إدانة لبنانية رسمية للحادث ولكن بنظر الكثيرين هي رسالة من النظام السوري حملها ساعي البريد حزب الله يقول النائب اللبناني مروان إحميدي فحديث النظام السوري عن فرنسا لا يندرج إلا في خانة اتهامها بأنها رأس حربة المؤامرة الخارجية المزعومة المدبرة لسوريا ورغم أن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي لم يجد في التفجير رسائل خارج نطاق الحدود اللبنانية مؤكدا أن فرنسا مصممة على مواصلة التزامها في قوات اليونيفل في لبنان ولن ترهبها مثل هذه الأعمال خرجت حركة التجدد الديمقراطي في لبنان ببيان واضح وصريح وفيه أن اللبنانيين من مختلف الاتجاهات والمناطق سائموا المسة بأمنهم الوطني ومن تحويل وطنهم صندوق بريد أقليمي لإصال التهديدات والرسائل الدموية سواء باتجاه الدول الأوروبية كما هو الحال مع انفجار سور وما سبقه من اعتداءات ضد اليونيفل تفجير لبناني لبل أكثر تشسيد لوراقة ضغط يتشبث بها النظام تعبر عن تعنته وإصراره على جر ليس فقط سوريا إلى أتوني نار وإنما المنطقة بأسرها عبر استجلاب عضوان إسرائيلي جديد من البوابة اللبنانية هذه المرة ترجمة نانسي قنقر